تتساع صباحا بتوقيت القائرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على رفض التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة إراضيها وأضاف الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مع رئيس سومالي حسن شيخ محمود أن محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق عليها أحد وأكد الرئيس السيسي أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد دولة الصومال ومن جانبي أكد الرئيس السومالي أن بلاده تعتبر مصر حليفا تاريخيا ودولة شقيقة معربا عن تقديره الرئيس السيسي على الدعم الفوري لدولة الصومال أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الاتحاد الأوروبي لديه مسؤولية بالتدخل لوضع حد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينة في غزة والضفة الغربية وشدد شكري خلال لقائه وزير خارجية إسبانيا خوسي مانويل الباريس في بروكسل شدد على أن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي على إسرائيل ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها شكري إلى مقار الاتحاد الأوروبي لرئاسة وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان السعود أنه بدون مصار واضح وموثوق نحو إقامة دولة فلسطينية لن يكون هناك تطبيع بين المملكة وإسرائيل وشدد بن فرحان على وجوب وقف المذبح المستمرة في قطاع غزة مشيرا إلى أن مفتاح تخفيف التصعيد بالمنطقة هو إنهاء الصراع في القطاع وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية بمناطق متفرقة بقطع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن هناك إطلاق نار كثيف واشتباكات بالتزامن مع محاولة أليات الاحتلال لتقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس وأوضحت المصادر أن طائرات مصيرة إسرائيلية أطلقت قضائف في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس ما أصفر عن استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة العشرات رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو شروطا قدمتها حركة حماس لإنهاء الحرب وإطلاق صراح المحتجزين والتي تتضمن انسحب الإسرائيلية الكامل من غزة وترك الحركة على رأس السلطة في القطاع وقال نتنياهو في بيان إن إسرائيل لن تتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كل الأراضي الواقعة غربي نهر الأردن مشيرا إلى أنه يواجه ضغوطا دولية وداخلية لتغيير هذا الموقف اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنا وبلدات بالضفة الغربية وأوضحت مصادر فلسطيني إصابة شاب برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات في قرية كفرعين شمال غرب رامالة حيث انتشر القناصة على أسطح عدد من المنازل في القرية كما شهدت بلدة جناتا جنوب شرق بيت لحم حملة مدهمات تمركزت في منطقة العروج أكدت الولايات المتحدة أنها تتعامل بجدية بالغة مع الهجوم الذي شنته فصائل مسلحة بالعراق على قاعدة تستضيف قوات أمريكية غرب البلاد ووصف نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون باينور الهجوم بأنه خطير للغاية بعد استخدام صواريخ باليستية تشكل تهديدا حقيقيا مضيفا أن معظم الصواريخ التي أطلقت على القاعدة اعتراضتها الدفاعات الجوية الأمريكية ورياضيا في تمام الساعة العاشرة مساء يلتقي المنتخب الوطنيين مع كاففردي في الجولة الختامية من الدور الأول ببطولة كأس الأمم الإفريقية ويخوض المنتخب المباراة برصيد نقطتين اقتنصهما من جولتين غانا ومزنبيق ويسعى للفوز على كاففردي المتصدر المجموعة برصيد ستة نقاط وبعد إجراء فحوصات إضافية لنجم مصر محمد صلاح خلال الساعات الأخيرة والتواصل بين الجهاز الطبي المنتخب ونظيره في نادي ليفربول تم الاستقرار على عودة اللعب إلى لندن عقب مباراة كاففردي الاستكمال على جهة على أمل اللحاقة بالمنتخب في دور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في حالة التأهل ختم موجز التاسعة وعودة مرة أخرى إلى بسانت الاستكمال بقي فقراء سبعة خلال يمصر شكرا لك يا دينا